هنا يعني أنا أيضا رح أكشف حقيقة ربما رح تواجهني عاصفة من التشكيك نحن 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 هيا إلى نريد أن أساس نشوء المقاومة كان بالضبط في شمال بابل وجنوب بغداد أغلب فصائل المقاومة الفاعلة كانت في هذه المنطقة اللي أطلق عليها الأمريكان مثلث الموت بدايات قد 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 يكون تزاما تشكيل هذه الفصائل مع فصائل في الفلوجة والأنبار وإديالة قد يكون لكن أنا أستطيع أن أؤكد جزما أن الأطلاق الأولى في مقاومة العرب والسنة للاحتلال كانت في المنطقة المحصورة ما بين شمال بابل وجنوب بغداد وهذه حقيقة تاريخية قد ينتقدني الكثيرين أو قد تكون لديهم شواهد على عكس ما أقول لكن هذه هي الحقيقة التي يجب أن يعرفها الجميع أن شمال بابل وجنوب بغداد هذه المنطقة هي التي شهدت أولى عمليات المقاومة ضد الاحتلال أكرر السؤال يعني بيحكموا حدارك من تلك المناطق يعني البيئة أنت عارفها نعم وأكيد تعرف فلان ابن فلان ديغوة فصيل كذا معلومات يعني ما كانت لك تواصلوا إياهم أو علاقة مع طرف من الأطراف أو أكثر من طرف أشوف أستاذ جلال روحية روحية العمل في 2003 بالمناسبة أنا لا أنفي أن الكثير من أخواننا الشيعة ساهموا في المقاومة في بداية 2003 لنفس الهدف اللي هو هدف إخراج المحتل يعني القضية ما كانت محصورة في المكون السني فقط وكان الدافع الرئيسي هو مقاومة احتلال أي أن كان شكله وفي قضية التواصل مع أطراف المقاومة نعم يعني إحنا لما شكل جيش المهدي كانت أنه علاقات مع الكثيرين من الشباب في المسيب وبابل والمحاول والإسكندرية والحصوة وسدة الهندية كلهم يعني ما بين صديق أو زميل دراسة أو نسيب أو جار أبناء منطقة أبناء منطقة وأيضا كانوا الكثيرين من شباب أو مقاتلي الجيش الإسلامي كانوا موجودين في مناطقنا ويعملون إضافة إلى فصائل ساهمتوا بيدعم المقاومة على الصعيد الشعبي في هذه المناطق أغلب سكان هذه المناطق كانوا يساعدون بشكل أو بآخر شلون يعني بشكل أو بآخر؟ يعني يساعدون في قضية سلاح السلاح كان متوفر إحنا هذه المنطقة التي بيها كانت الضم ثلاثة من أكبر منشآت تصنيع السلاح في العراق التي هي مشاءة حطين ومنشاءة القعقاع والشركة العامة للصناعات الميكانيكية هذه كانت مؤسسات ضخمة جدا أصلا هي تابعة للتصنيع العسكري تابعة للتصنيع العسكري فكانت المنطقة متخمة بالأسلحة من كافة أنواع الأسلحة وقلت لك الرأي العام كان يميل إلى دعم المقاومين للاحتلال شيعة وسنة